السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا الفكابيوليري بس قبل ما ناخد الفكابيوليري هاسألكوا سؤال كده علشان يعني to refresh you before we study the vocabulary سؤال بيقول what do you do in your free time what do you do in your free time بتعملوا ايه في وقت فراغكم في ناس هاتقول لي I watch TV طيب سؤال تاني عايز أقول لكم مثلا لأسألكوا السؤال ده what do you do in the evening سمعين إيه الجملة سمعين إيه السؤال سسمع كده عشان مره المهار تستمع شوية what do you do in the evening تاني كمان مره what do you do in the evening بتعملوا ايه في المساء هنا ستقول لي I go out with my friends بخرج مع صحابي I watch TV بشهدي التلفاز I read a story طيب تعالوا بقى ناخد الفكابيوليري بتاعت النهار ده يا ترى ايه الwords اللي عندي if lessons one and two من الوحدة دي اول كلمة عندي peaceful peaceful يعني ايه peaceful يعني هادئ يعني calm يعني quiet تمام تيجي نقولها كده peaceful peaceful جاء من كلمة peace يعني السلام طيب الكلمة التانية pollution pollution تلوث شايفين في الصورة الفرب منها pollute يعني يلوث طيب الكلمة التالتة hospital 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 يعني المستشفى الكلمة اللي عندي بعد كده sports center sports center يعني مركز الرياضي انا بروح للمركز الرياضي to practice sport how to do sport طيب الكلمة اللي بعد كده نبص في الصورة كده restaurant restaurant لما اقول we have meals at restaurant or we have breakfast at a restaurant يعني بنروح ناخد الواجبات بتاعتنا في restaurant في مطعم الكلمة اللي بعد كده يا ترى botanical garden botanical garden يعني حضيكو نباتية فيها انواع مختلفة or different kinds of plants فيها انواع مختلفة من النباتات عشان كده بنسميها botanical garden شايفين الانواع المختلفة من النباتات في الصورة عاملة ازاي botanical garden botanical garden the sphinx the sphinx عارفين الاهرامات في الجيزة بتلاقوا فيها حاجة كده شكل كده معين او تمثال معين واخد line body يعني جسم الاسد ولكن face of a man يعني وجه شخص او وجه رجل ده بنسميه ايه the sphinx يعني ايه ابو الهول the sphinx the sphinx machine machine يعني آلة او ماكينة اذا احنا شايفين في الصورة ماكينة ايدي sewing machine sewing machine sewing يعني الخياطة s-e-w-i-n-g sewing machine ماكينة الخياطة اوكي طيب الوالد او الوالدة بتوع الاب او الامة بنسميهم ايه grandparents grandparents يعني الاجداد يعني الجد والجد يعني grandfather او grandmother بنسميهم لاتنين grandparents grand parents اوكي يا ترى ايه الكلمة اللي بعد كده ايه ده احياء مائية وده ايه ده معرض ده ولا ايه معرض الاحياء المائية يعني ايه aquarium aquarium اوكي طيب نشوف الكلمة اللي بعد كده شايفين ايه في الصورة يا ترى monument monument يعني الاثار بتسوي كلمة sites s-i-g-h-t-s ما اقول المثلا tourists visit Egypt or come to Egypt to visit the monuments يعني السياح بيجو مصر عشان يشوفوا الاثار او يزوروا الاثار اوكي اللي هي المعلمة السياحية monument all right طيب دي ايه دي lake 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 ناصر مثلا بحيرة ناصر اوكي طيب بعد كده عندي ده ايه ده اللي فيه اخضار وفاكهة والناس بتشتري market 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 يعني market السوق طب ده ايه اللي قدامنا ده person person يعني شخص طب جمعها ايه people people يعني الناس ايه ده محطة كطار دي ولا ايه لما بلاقي ان انا عندي محطة سكة حديد بقول عليها station 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 محطة ممكن تبقى train station او نقول railway station محطة سكة حديد ساعات بيقولوا bus station يعني محطة الاوتوبيس او موقف الاوتوبيس بقى station يعني محطة مكان بتققف فيه الكطارات غالبا station طيب ايه اللي شايفينه ده bakers bakers انا في خطأ مطبعش انشيلي الاور الاولانية دي bakers shop يعني محل الخباز بشيلنا كلمة shop وبقت bakers بس يعني محل الخباز اللي هو المخبز بتسوي كلمة bakery bakery يعني المخبز ليه اسمين يا امن bakery اخرها why يا امن bakers اخرها apostrof s اوكي طيب ايه اللي قدامنا في الصورة ده blog 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 يعني مدونة يعني زي صفحة الفيس كده بيبقى حاجة شخصية وبيدخل الشخص يكتب منشرة يومية post يحط صورة يحط عن حاجات في حياته يكتب اسمها مدونة blog والشخص اللي بيبقى عملها بيبقى اسم blogger blogger حد عنده مدونة او صاحب مدونة او صاحب صفحة نكمل الwords عندي كلمة attractive attractive دي adjective صفة جاية من الverb attract يعني يجذب بيجذب يعني هو جميل جميل الشكل وجميل المنظر بتساوي beautiful all right يبقى attractive يعني جذاب او جميل المنظر science museum science museum يعني متحف العلوم متحف العلوم بنلاقي فيه نمازج مثلا الديناسورز كان سكيلتون بتاعها الهيكل العظمي بتاعها حالات خاصة بالعلوم وبالعلم بقى اسمه science museum science museum بتبقى المعروضات بتاعته حاجات لها خاصة يعني بمجال العلوم او الحاجات العلمية يعني طيب library library دي مكتبة where I read and borrow books المكتبة بنقرى فيها وبنستعير كتب library اوكي دي مش محل بنشتري منه الكتب لان محل اللي بيع الكتب اسمه او المكتبة اللي بنشتري منها الكتب اسمها bookshop bookshop النمط دي اسمها library مكتبة المدرسة مكتبة عامة بنقرأ ونستعير منها الكتب شايفين الصورة دي nature reserve nature reserve محمية طبعية nature reserve بيبقى موجود فيها ايه موجود فيها حيوانات او نباتات عادتها بقى ليل بقت ندرة فخايفين تنقرد فبيحفظوها in nature reserve محمية طبعية بصوا على الصورة اللي فيها حاجات عكس بعضها دي كده كلمة اللي بتدل عليها هي opposite opposite يعني opposite يعني العكس العكس بتاع الكلمة زي مثلا من عندي هنا في الصورة opened عكسها closed مفتوحة عكسها مقفول طيب هي كلمة opposite لها معنى تاني في الاتجاهات آه لما اقول the hospital is opposite the bank يعني المستشفى اصاد البنك اصاده في المكان مقابلة لي opposite أوكي طيب ايه الصورة دي اللي فيها اسهم كتير واروز كده واتجاهات directions directions يعني اتجاهات تعالشو في synonyms والantonyms يعني المتراضفات والمتضادات ايه المتواضفات اللي عندي او الكلمات المتساوية في المعنى في lessons one and two من الوحدة الاولى around town في منهجنا اول حاجة شايفين المنظر الجميل ده attractive يعني الصورة يعني جميل جذاب المنظر حلو المنظر طب الantonym او العكس بتاعها ايه شايفين الصورة دي يا خبر شكل قبيح المنظر ugly unattractive ugly unattractive يعني قبيح الشكل او غير جذاب او غير جميل ايه تاني من السننمز والانت نمز في الوحدة دي modern modern يعني حديث او معاصر بتسوي new هي بتسوي very new او كي طيب عكسها بقى الانتنم بتاعها ايه old او ancient old او ancient يعني قديم او عطيق اوكي بقى دي كانت synonyms وانتنمز واردت في الدرسين دول من ال ايه من الوحدة طيب شايفين الصورة الاولانية اللي على الشمال دي interesting interesting السننم بتاعها exciting exciting يعني مشوق او مصير او ممتع الانتنم بتاعها او العكس بتاعها boring boring ممل طيب المكان ده ماله peaceful peaceful يعني يعني بتسوي ايه او السننم بتاعها ايه calm او quiet calm او quiet يعني هادي بص المكان التاني فيه ضجيق كده ومليان بالضوضاء noisy noisy شايفين التمثال ده ده التمثال الحرية famous famous يعني مشهور السننم بتاعها popular popular مشهور او معروف او شائع الانتنم بتاعها ايه ترى unknown unknown يعني مجهول near near يعني قريب السننم بتاعها close يعني قريب طب الابوسيت بتاعها او الانتنم بتاعها ايه far far او remote remote يعني بعيد ممكن نقول distant distant يعني بعيد مشانا بقول remote control يعني التحكم عن بعض او التحكم البعيد اللي بنضاير بالكنوات اسمه remote control control يعني التحكم و remote يعني بعيد او عن بعض او 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 اخد اخد تنكيش كده practice practice makes perfect يعني التدريب والممارسة الكتير بتخلينا ممتازين choose the correct answer from a b c or d اختروا الاجابة الصحيحة من بين الاختيارات اول sentence عندي بتقول the antonym of near is يطر عكس كلمة near حتكون ايه remote close sad interesting نفكر شوية كده near يعني ايه اصلا قريب يبقى عكسها ايه bravo عليكم remote remote بتسوي كمان far يعني بعيد اللي هي remote دي بتسوي far او distant sentence اللي بعد كده famous and are synonyms كلمة famous وكلمة ايه بيكون مترادفات unknown unknown ولا infamous well known unpopular كلمة famous وكلمة ايه مترادفات بيسا وبعض في المعنى bravo عليكم well known well known يعني معروف جيدا او مشهور very good sentence number three is a peaceful city يعني مدينة هدئة the word peaceful معناها كلمة peaceful معناها ايه noisy dirty quiet quiet التانية ها تختاروا ايه فين الكلمة اللي بتساوي كلمة peaceful اللي هي معناها هادئ bravo عليك quiet excellent يعني calm أو quiet يعني هادئ وما الكلمة quiet التالتة دي q-u-i-t-e دي معناها ايه تستخدم قصفة بمعنى الى حد ما أو ممكن تتعدي استخدمها معنا تماما اوكي رجع من درجات الصفة يعني الجملة اللي بعد كده بتقول she lives near her school she lives near her school the word near means كلمة near معناها ايه هنا far close white remote برافو عليكم close يعني قريب وما wide يعني واسع تمام شوف السنتنس اللي بعد كده بتقول ايه كده the word exciting has the same meaning as كلمة exciting لها نفس المعنى زي ايه بقى يا ترى sad or boring or interesting or unhappy exciting يعني ايه اصلا مسير ممتع مشوق يبقى ايه interesting excellent تعالوا ناخد prefixes والsuffixes كده يعني هنشوف دلوقتي يعني ايه prefix اصلا ويعني ايه suffix بصوا الكلمة دي happy بقت unhappy 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 يعني غير سعيد طب الكلمة الاصلية كان اصلها ايه happy يعني ايه سعيد ايه اللي سبقها ده ايه اللي تحط في بداية الكلمة كده un un معناها ايه un يعني ده بادئة كده مجموعة من الحروف يعني مقطع معين بنضيفه في بداية الكلمة عشان يحول هلي لعكس المعنى يحولها من اسم الفعل من فعل الصفة من صفة الاسم حاجات كتير جدا يقدر الprefix والصفكس يعملها ده مثال على الprefix اهو un لما دفتها الكلمة happy اتحولت ل unhappy يعني غير سعيد اعطتني عكس الكلمة opposite بتاعها او antonym بتاعها طيب زي ايه كمان unattractive unattractive غير جميل او غير جذاب unusual غير معتاد او مش العادي مش اللي احنا معتادين عليه اوكي طب عندي الصفكس full f-u-l ايه الصفكس دي الصفكس يعني لاحقة يعني مقطع syllable بييجي في نهاية الكلمة يعمل وظيفة معينة ممكن يحول الاسم لصفة او الفعل لصفة او الاسم الفعل على حسب بقى هو بيعمل وظيفة ايه بالضبط اوكي طيب f-u-l زي كلمة peaceful peaceful يعني هادئ كات peace يعني السلام بقت peaceful يعني سالم او هادئ او مريح كده او هادئ beautiful beautiful يعني جميل useful useful يعني مفيد i-o-n دي لاحقة صفكس لاحقة بتجي في نهاية الكلمة برضو عشان تديني وظيفة معينة زي كلمة pollution pollution حول تهلم الفعل pollute ليه الاسم pollution يعني التلوث برضو direction direction حول تهلم الverb direct يعني يوجه او يرشد الى direction يعني الاتجاه نفسه اوكي ده صفكس يعني لاحقة فيه تاني من الصفكس والبريفكس عندي الصفكس اللاحقة i-ve زي كلمة attractive attractive حولت الفعل للصفة ده كان verb attract يعني يجذب بقت attractive يعني جذب طب الصفكس ing حولت الفعل الى اسم او صفة زي reading reading ده كان الفعل read بقى reading يعني القراءة نفسه interesting interesting exciting exciting يعني مصيرة ومشوق او ممتع طيب فيه بدقة بقى اللي هي i-am i-am تيجي تديني عكس الكلمة حط في بداية الكلمة الصفة تحول هاي العكسة زي polite impolite مهذب غير مهذب possible impossible يعني يعني ممكن بقت مستحيل طبعا نعمل practice عال prefixes والصفكس كده choose the correct answer from a b c or d sentence بتقول to make the adjective from the word use we add علشان نعمل الصفة من كلمة use الاستخدام بنضيف اي يا ترى al ده suffix ولا f u l suffix f u l ولا suffix ing ولا suffix ive احنا بنضيف البادئة ايه علشان تديني عكس كلمة possible يعني ممكن انا عايز المعنى اللي هو مستحيل اضيف اولها ايه im in on this برافو برافو عليكو يا جماعة im عشان تبقى impossible accident to make the opposite of the word comfortable we use the prefix عشان نعمل عكس كلمة comfortable يعني كلمة comfortable يعني مريح انا عايز اقول غير مريح اضف اضف الى الكلمة دي حاجة يعني تبادئة لها اضف لها prefix ايه حاجة اولها كده من بداية الكلمة اضف الله يطر ايه im ولا in or on or this برافو عليكو برافو عليكو يا جماعة كلكو uncomfortable uncomfortable يعني غير مريح تعالي نقرأ reading passage كده reading passage بتقول around town around town i am شريف and i live in ismajallia which is between port sajid and sewers انا شريف وانا بعيش في الاسماjallia اللي هي ما بين port sajid and sewers ما بين port sajid والسويس طبعا دي بلاد عندنا في مصر مدن في مصر the sewers canal runs through the city يعني قناة السويس بتجري خلال المدينة before it reaches the sea قبل ما توصل لي البحر ismajallia is beautiful الاسماjallia مدينة جميلة there are attractive buildings في مباني جزابة وجميلة interesting museums اثار ممتعة جدا and lots of gardens وكمان الكثير من الحضائق اللي هي around 350,000 people live here بيكون عايش في المدينة في الاسماjallia حوالي 350,000 شخص but since traffic is slow بما ان حركة المرور او لان حركة المرور بتكون بطيقة there isn't much pollution ما فيش تلوث كتير اسماjallia is peaceful اسماjallia هادية but it isn't boring بس هي مش مملة there are lots of things to do here يوجد الكثير من الاشياء اللي انت تقدر تعملها هنا especially at the weekends وخصوصا في عطلات نهاية الاسبوع okay on friday afternoons في ايام الجمعة الظهر في الظهيرة في ايام الجمعة i often go to lake تمساح غالبا ما انا بروح بحيرة التمساح ده البحيرة دي موجودة في الاسماjallia which is near the city اللي هي جنب البلدة جنب المدينة with my family بيروحها مع مين مع اسرته it's a beautiful lake دي بحيرة جميلة with beaches around it ومليانة بقى شواطئ حواليها on saturday mornings في ايام السبت الصبح في صباحات يوم السبت i have tennis lessons at the sports center انا بيبقى عندي دروس في المركز الرياضي at 9 a.m ساعة تسعة صباحا ويه كمان sometimes احيانا i go swimming in the afternoon with my friend سيد احيانا انا بروح امارس السباحة او العوم في الظاهرة مع صديقي سيد there are some interesting museums in اسماعيلية يوجد بعض المتاحف الممتعة والمشوقة في الاسماعيلية my favorite is the natural science museum المفضل لدي هو متحف العلوم الطبعية because i'm interested in animals لان انا مهتمة اوي بالحيوانات it's a good place to go at the weekend ده مكان جميل اوي ان انا روح في عطلات نهاية الاسبوع i live in a small village in the south of egypt انا اعيش في قرية صغيرة في جنوب مصر at the weekends في عطلات نهاية الاسبوع i usually do the same things بعمل عادة بعمل نفس الحاجات on saturdays في ايام السبت i get up at 7 a.m اصحى الساعة سبعة الصبح then i always do my home work after breakfast وبعدين انا دايما بعمل وقبي بعد الفطور at lunchtime وفوقت الغداء i visit my cousins ازور ابناء عمومتي we like to eat together بنحب نأكل مع بع then in the afternoon بعد الظهر i often play games with my cousins what about what do you do what about you what do you do i often play games انا غالبا ما بلعب العاب مع بابناء عمومتي ماذا عنكم بتعملوا انتو ايه بقى خلوا بالكم من الديفنيشنز دي هناخد ديفنيشن لكلمة lake وmonument peaceful وي traffic وحناخد كمان ديفنيشنز اكتر the more words زي ايه طرح especially bank 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 library aquarium وحناخد كمان بعض الديفنيشنز البوتانيكال جاردن sports center اول ديفنيشن معانا lake lake حنقول ان lake a large area of water with land around it يعني مساحة كبيرة من المياه حواليها ارض a large area of water with land around it دي اللي هي lake يعني بحيرة monument monument يعني اثر something that people build to remember an important person or event حاجة بيبنيها الناس علشان يتذكروا شخص مهم او حدث مهم اوكي طيب peaceful peaceful يعني ايه calm and quiet يعني هادي traffic traffic يعني زحمة المرور cars louries and motorbikes that use a road يعني السيارات واللوريات والدراجات البخارية او المركبات اللي هي بتبقى زي المكسوكلات كده اللي هي بتستخدم الطريق او بتكون زحمة ايه الطريق ده اللي زحمة المروري traffic traffic المرور يعني especially more than usual more than usual يعني عايز يقول حاجة خاصة حاجة خاصة كذا the adverb وبمعناه particularly يعني انا بحب كل حاجة وخاصة الحاجة الفلانية especially بشكل خاص اكتر من العادي يعني مش العادي على وجه الخصوص library a place where you can read or borrow books يعني مكان تقدروا تقروا او تستعيروا الكتب aquarium a place where we can see beautiful fish there a place where we can see beautiful fish مكان نقدر فيه نشوف السمك الجميل اسماك الجميلة او انواع من الاسماك الحية الجميلة botanical gardens botanical gardens معناها a place where we can see trees and other interesting plants a place where we can see trees and other interesting plants يعني مكان نقدر نشوف فيه اشجار او حاجات نباتات ممتعة جدا sports center sports center يعني المركز الرياضي definition بتاعه a place where we can play volleyball tennis and other sports يعني مكان نقدر فيه نلعب كرة طيرة volleyball tennis tennis ورياضات اخرى تعني عملت practice كده على الكلام ده choose the correct answer from a, b, c, or d a sentence بتقول we saw some beautiful trees in the gardens يطرق in the a gardens passenger smart botanical dream we saw some beautiful trees in the excellent botanical gardens يعني حال الحضائك النباتية او ما الpassenger يعني ايه راكب او ما ال smart يعني ايه ذاكي او ما ال dream الأخرنية دي يعني ايه يحلم او الحلم نفسه اوكي تع تعنشوف جملة كمان نقط means cars, lorries and motorbikes that uses a road إيه يا طرى اللي معناها السيارات واللوريات والدراجات اللي هي البخارية أو الموتسيكلات اللي بتستخدم الطريق اسمه sports center ولا aquarium or bank or traffic لسه أغضينا الدفنشن دا دلوقتي Excellent, traffic traffic يعني زحمة المرور أو المرور sentence بتقول a or an space space يعني مكان فاضي is a place where you can borrow and save money إيه يا طرى دا المكادة اللي انت تقدر تستلف منه فلوس وتحوش كمان الفلوس home المنزل ولا bank ولا library ولا aquarium ها أعتقد واضحة bank bank excellent a or an is a place where you can see beautiful fish ما كانت تقدر تشوفه فيه اسمك جميلة طرى bank botanical garden library aquarium برافو عليكو aquarium excellent يعني معرض الإيه الأحياء المائية thank you so much the pyramids are one of the most wonderful نقاط in the world يعني الأهرامات هي أحد أجمل إيه في العالم monuments ولا directions ولا corner ولا banks ها نفكر كده monuments perfect يعني أثار أما ال directions يعني إيه اتجاهات أما ال corner يعني جانب أو ناحية أو الناصية banks يعني إيه يعني بنوك very good كمان جملة a large area of water with land around it is called a or an مساحة كبيرة من المية حواليها أرض من سماء desert يعني صحرة ولا lake ولا island يعني جزيرة ولا museum يعني ما تحف lake excellent يعني بحيرة very good جملة كمان a is a place where you can borrow and read books إطار إيه المكان اللي تقدروا تستعيلوا منه ويتقروا فيه الكتب museum يعني متحف ولا stadium يعني state ولا library ولا bank excellent library excellent perfect طيب خلاص كده النهاردة هنكتفي بالقدر ده كده أخدنا vocabulary definitions synonyms والantonyms بكمان reading passages اللي كانت فيه listens one and two وخذنا practice اشتركوا في القناة